ليه دايماً أول بعض؟ بلاش أقول دايماً؟ بس فيه نسبة ونسبة مش أوليلة جداً لما بتقرأ حاجة وبتشوف حاجة مش عجبك بتلاقي فوراً كده وبيندفاع شديد جداً تروح أي الرد وتحس أن أنت بعدها تنفست الصدق يعني عارفت المهم أن أنا أقول الرأي المخالف إيه ده أنت بتقول شمالت؟ بقى أنا أقول يمين إيه ده مفروض نجيب هدية للزجق؟ طب لا، طب أنت بتقول حاجة على فكرة رأيك غلط فليه فكرة أن أنا عشان أرد لازم يبقى بهجوم عشان لازم أبان أن أنا مختلف؟ أقول لك على حاجة بس غير بحد يزعل مني يعني ثقافتنا إحنا تربينا على كده المجتمع كله مش بتكلم يعني يعني المجتمع كله تربي أن اللي شبهك هو الحل أن اللي بيوفقك هو اللي طيب وكويس أن اللي بيقولك حاضر ونعم ده إنسان مؤدب ومحترم أن أنت أي حد بيختلف معاك في أي حاجة يبقى أكيد إنسان وحش لأن أنت أكيد أفضل صورة في الكون كله في تفكيرك وفي شكلك وفي كل شيء فإحنا تربينا للأسف على العادة السيئة اللي هو ما ينفعش حد يختلف معايا فإحنا تربينا على كده فالاختلاف زي ما أنت بتقوليه بيفسد للود قضية مش ما بيفسدش ولا حاجة أنا أشوف كمان ومش مجرد اختلاف يعني بيوصل لفكرة الانتقاط طب حد هيقول هو غلط أن أنا أنتقد غيري يعني ده صح ولا غلط أن يكون عندي نقد أنا بشوف أن فيه أنواع كتير طبعا من الانتقاط يعني فيه انتقاط بناء أنا ممكن أقول لك أصلي ده مش حلو الطريقة اللي أنت تكلمت بيها مش أحسن حاجة لو كنت تصرفت بالطريقة الفلانية في الموقف ده كان هيبقى أحسن أصلي أنت لما تكلمت وافضل أقول لك الحاجات اللي أنا ما عجبتنيش بس فيه اللي أفضل من الانتقاط البناء اللي هو؟ الانتقاط الموضوعي الفرق الفرق أن أنا أكون في موضوعية أن أنا مش بنتقد لشخص لأي حاجة يعني فلان حلو في شغله أنا بالنسبة لي شغله ما بيعجبنيش آه يا عم ده بيقولوا عليه كمان أن هو إنسان مش حلو في التعاملات لا ده إنسان لطيف جدا وجميل جدا ومحترم جدا ده الانتقاط الموضوعي أن أنا بنتقد يعني بنتقد حد مش في كل حاجة ما فيش حد فيه نواحش في كل حاجة فالموضوعية بتقول أن أنا أقدر أحط إيدي على السلبيات ويقي الإجابيات لو أنا في موقف أن أنا أقيم لكنه مش في موقف أن أنا أقيم ما ليش دعوة لكن لو أنا في موقف أن أنا أقيم يبقى قيم بموضوعية ما لغبطش الدنيا كلها ما فيش حد فينا وحش في كل حاجة يعني يعني مش عشان أنا كويس في شغل أبقى في الحقيقة كويس وحلو جدا والعكس فما زي فاللي بيقدر يقيم بموضوعية هو ده اللي تسمع منه لكن أي حد بيقعد بيعيك يقولك على فلان ده وحش من ساسه الرأس أعرف إن اللي بتكلم هو اللي وحش. بص هو اللي بينتقد ده. أنا بقول لك أنت بتقول فيه انتقاد موضوعي. بقول لك فيه انتقاد بناء فيه ناس بتنتقد بس لمجرد النقد. يعني بانكم لمجرد النقد. وخلاص يعني أنا أعترض إذن أنا موجود. أنا هنتقد فكده أنا ظاهر وباين. الشخص ده هتلاقي دايما مواقفه مش ثابتة. يعني أنت لما تبقى صاحب مبدأ في حاجة معينة حتى لو مش عجباني. بس أنت ثابت عليها. أنا ده رأيي. مش عجبني ده أنا ما بحبش اللون الأحمر خلاص ما بحبوش. مش هتيجي بعد شو هتقولي على الفكرة أنا بحبه من غير سبب. فإنت الإنسان اللي دايما بينتقد من غير ما يكون عنده وجهة نظر أو مبدأ. أرأه دايما متغير. الحاجة الأهم هو زي ما أصحاب بدأ كلامه بيقول. ما فيش حد فينا ما بيتعرضش للانتقاد. لكن المهم بقى أنا دي رسالة للي بيكتب مثلا تعليق تحت بوست كاتبه تحت فيديو شافه. لأي حاجة بتكتب فيها نقطة. لازم أنت بتكتب كده راعي وفكر شوية. اللي أنت بتكتبه ده ممكن يأثر في اللي هيقراه إزاي. طبعا. فيه ناقد ممكن نكتبه يدمر حياة ناس ويدمر نفسيات ناس. ممكن يخلي واحد ثقته بنفسه تتهز. ما يقدرش يشتغل تاني. يكره نفسه. يخاف يتكلم لناس تتاريق عليه. يخاف يكتب لحسن الناس لما تقراها تقول. يبقى أنا أسلوب يوحش. يبقى أنا مش عاري فأكتب. فأنت فكروا كده شوية في اللي أنتو ممكن تعملوه تأثير السلبي من الكلام اللي مش محسوب. أو النقد اللي غير بناء الهدان اللي احنا ممكن نعمل. وعلى العكس تماما. الشخص بقى اللي بيتعرض للنقد صعب قوي. لو فكرت فيها أن كل تعليق سلبي هتقراه عن حاجة فيك يبقى العب فيك. أن أنت اللي غلط. محدش فينا هيقدر بقى يتحكم أنه مش هيلبس ومش هيتكلم ومش هيكتب ومش هيعمل. عشان عامل حساب للناس ولا نقض في كل حاجة ساعتها هتعيش إزاي. هي بصي يعني فيه ناس بتعود ما بتطلعش الكلمة الحلوة مبققها. يعني دايما الكلمة الوحشة هي السابقة. يشوف حد إحنا ما نقولش مثلا أنت لما تشوف حد مثلا رسم رسمة وبيعرضها على الفيسبوك. أنت تقوله الرسمة جميلة وهيلة وأنت من أفضل الناس اللي أنا شفتهم برسمه في حياتي. هذا برضو نوع من النفاق الذي يهدم البناء آدم يعني. لكن على الأقل كن مشجع يعني ولو أنت مش قادر تشجع ما بلاش الكلمة السلبية. اعرف كيف تتكلم مع الناس. إحنا مشكلتنا أن احنا بنتباهى كمان أن احنا بنقول كلام زي الزلط يعني. أقول لك بص أنا صريح أنا كلمتك هذا. أنا محدش أنا الكلمة اللي أقولها أنا ما عنديش مجاملة لحد. أنا مش عارف إيه وقال يعني إيه. أنا اللي أقول للعور أنت أعور في عينه. ده أنت اللعور. يعني مش هو يعني خلي عندك نظر يعني. ويعني ونتباهب ده للأسف. هؤلوا معلمونا أنك أنت لما يكون عندك رأي ورأي سلبي في حد. شايف فيه حاجة مش حلوة دايما كده عشان تخليه يستجيب لرأيك. أو يصلح من نفسه في حاجة معينة. ابدأ بحاجة حلوة إيجابية شايفها فيه. ما فيش حد فيه نوحش في كل حاجة. ولا سلبي في كل حاجة. وسط السواد اللي ممكن يكون في شخصية حده وفي طباعه. فيه نقطة واحدة صغيرة كده منورة. أنا بركز على موضوع السوشيال ميديا. عشان إحنا من يوم الموضوع ده سيطر علينا وعلى حياتنا. الفيسبوك واليوتيوب وكل الحاجات دي اللي بقنا بنتعامل بها. بتأول وأهم حاجة في حياتنا. موضوع النقد السلبي والكلام المهين والتعليقات الغير لقيقة. هي دي اللي زادت وتعودنا منها على كده. وبالتالي بقى أسلوب حياة. حتى بعيدة عن السوشيال ميديا بقى طبعينة. بقى نتعامل مع بعض بالشكل ده. عشان كده بقول إن فيش واحد وحش في كل حاجة. سلبي في كل حاجة. هتلاقي حاجة واحدة بس منورة. حتى في ولدنا لما تيجي تقول له إيه. الله زوءك حلو في اللبس ده. وإنت قلت حاجة حلو. فهو حس بثقة بنفسه. إيه ده أنا بعرف أختار. أنا بتكلم حتى على مستوى الأطفال. وتيجي بقى بس أنت لو كنت عملت ده كان هيتطلع أحلى. وقتها هيسمعك. أنا فيه كمان بيوصل لمرحلة الأذى. إنه هو يقلل منك في أي حاجة. تعالي كده مثلا يعني. لو جينا تكلمنا عن نفسنا كمزعين مثلا. تعالي تكلمي عن مشروح حلو كده أتعمل. يقولك أنت بتطبي لي. أبسط كلمة أبسط كلمة ممكن تتقال يعني. فيه كلام طبعا بيتقال. ما ينفعش واحد يقوله يعني. لكن ده كلام يعني. فالروح ما أقلل منك على طول. تقترح فكرة يبان فيها أن أنت يعني قرأت الحاجة قبل ما تقولي. أنت هتتفلسفين. هتعملين فيها مش عارف. ففيه ناس غيتها تأذي اللي قدامها وتقلل من اللي قدامها. ده أنا بشوفه إنه إنسان عنده نقص. ليه بقى؟ لأن الإنسان اللي روحه حلوة وإنسان شبعان كده. وإنسان ناجح في حياته. بيفرح لما شوف ناس نكحين. على الأقل يتعامل مع واحد نجح حسن ما يتعامل مع ناس فشلة ممكن يشوفهم في المجتمع. فأحنا عندنا الحتة دي اللي هو اهدم اللي قدامك. قلل منه على قد ما تقدره. كأنه لما بقلل من اللي قدامي ببقى أنا بقيت أفضل. معين اللي بقلل من اللي قدامي. وعمر ما بيبقى هو الأفضل يعني. قلل من اللي قدامي بقيت أفضل.